بوس يا سوهم خلينا متفقين ان احنا حالتنا النفسية من ساعة 7 اكتوبر وهي مش احسن حاجة طبعا بنحاول بنعافر في مبادرات كتير قوي دكاترة واطباء بيعملوها ان يا جماعة لازم نحافظ على صحتنا النفسية على قد ما نقدر مش عشان حاجة عشان نقدر نكمل اصلا كلامة عن القضية وعشان ننزل نشوف شغلنا وشوف ولادنا وشوف اهلينا نشوف حياتنا اللي بيلعب الرياضة اللي عنده حاجات بيعملها في يومه منفعش برضو ان احنا اكيد نقعد طول الوقت عايزين على الكنبة يعني لا حاول لنا ولا اولا لا لازم ننزل ونشارك ونحول كل الحاجات السلبية اللي جوانا لحاجات ايجابية انا فهم كل الكلام ده كله برضو يا جماعة كلنا مش شبه بعض يعني هو مش زرار هدوس عليه فحاول اتخطى الحاجات والفيديوهات اللي احنا بنشوفها كل يوم وصريخ الامهات وتعب الاطفال والاباء اللي بتقعد طايت ويعني بقى شد الحاجات والمناظر وسر بنشوفها هم زعلانين على ولادهم وخلي بالك انت تعفيكي من الموضوع غيري يعني فيه ناس بصراحة قدرت ان هي تحول كل مشاعر السلبية بسرعة لحاجات ايجابية ونزلت وشاركت وطوعت ونزلت شغلها وبتحاول تخصص يوم في وقتها بتفصل فيه انا بصراحة تكلم عن نفسي انا واحدة زي برضو بعافر وبحاول وبنزل شغلي وزي ما انت شايفها بحاول ابقى ارجع لينا زي الاول بس مش قادر اعمل ده بنسبة 100% في حاجة جوايا كل ما شوفها او حاجة تعارف كل ما تيدي تلاقي فيديو يرجعك لنقطة صفر او تشوفي منظر معين يرجعك يعني الاسوأ حالاتك بعد ما كنت بتقولي لأ لازم افوش ميسلف ولازم ابقى احسن ولازم احول كل مشاعر السلبية الايجابية مش قادرة يعني انا حسن احنا لسه مش قادرين نرجع زي زمان بقالنا اكتر من شهر اهو داخلنا على شهر ونص مش عارفين مش عارفين نتخطى حاجات كتير قوي ومناظر وفيديوهات في دماغنا مش رضي تروح كلمات انت بتسمعي صوتهم في ودانك وصرخهم في ودانك والاستغاثات في ودانك وكلام معين الامهات كانت بتقولوا في ساعة تلقائية لما كان بيخسروا ولادهم يعني ننسى ازاي الكلام ده هو اللي انت بتقوليه ده طبعا صعب جدا ان اي حد يتخطى او ينسى بس عندك كلمة كده ان هي ما انت لازم تكملي حياتك ولازم تنزلي شغلك ولازم تحولي تكملي حياتك بس ما تنسيش يعني تعملي البالنس يعني انت هتكملي حياتك بس ما تنسيش ان انت بتدفع عن القضية هتنزلي شغلك بس في نفس الوقت لما تيجي تعملي شار لحاجات تخص شغلك اعملي كمان اللي تقدري عليه من الشارز ومن اي مساعدات تقدري تعمليها في الناحية التانية وانت بتفكري ازاي تجيبي حاجات لبيتك والاولادك والحياتك كمان تفكري الناحية التانية ازاي تقدري تساعدي او تتبرعي او تعملي اي حاجة من اللي تقدري عليها وطبعا كل واحد على قد اللي يقدر عليه ما انا يعني اضعى في الايمان ولو حتى بان انت بتشاري الحاجات دي على السوشال ميديا دي برضو مساعدة ان انت بتساهم باي حاجة سواء بتبرع بالدم تبرع مد اي حاجة تعملها انت بتساعد بس اللي لازم نعمله هو ان احنا نكمل حياتنا اللي لازم نعمله ان احنا نحاول ان احنا منقصرش مية في المية في حاجات كتير واجباتنا وحياتنا وشغلنا عشان احنا كمان نكمل مش كل حاجة تقع مننا مرة واحد بس خلينا متفقين يا سوها ان الموضوع ده هيسيب وسائب والرازي هو سائب بس هيسيب يعني حتى على لانجران كل واحد جواه شرخ ما يعني خلينا متفقين والشرخ ده غيرك وغيرك للأحسن وهيقويني لا خلي بالك انا بقيت ممتنة والله العظيم انا بقيت بقعدة في البيت كده وانا مثلا بشرب كباية الشاي الصبح يعني ايه يا ربي الحمد لله يا رب ان انا قعدة في بيت عندي سقف بشرب كبات شاي صخنة بلاقي لقمة كلها لما جوع بلاقي عربية روح بيا الشغل بودي ابني الحضانة وانا قلبي مرتاح ومتطمنة بقيت يمكن ممتنة اكتر يعني بقيت حاسة بقيمة كل حاجة في حياتي كان بالنسبالي بحسها حاجات بنعملها كل يوم وخلاص وموايعشة وعيشينها لا بقينا فاهمين وممتنين لكمية النعم الحلوة قوي اللي حوالينا واحنا مش واخذين بالنا يعني ده يمكن الجزء الايجابي جدا في الموضوع ده انه خلاني اقدر كم النعم اللي ربنا ادهالنا واحنا ما كناش مقدرينها او حاسين بيها لا الحمد لله رب على الف نعمة والف مليون نعمة كمان فده يمكن الحتة الايجابية اللي انا اشغال عليها بس فكرة حبايبي انا كلما افتكر شكلهم وصورهم بتأثر طبيعي مش قد يعني بسي انا حسن فيه الناس مننا محتاجة مساعدة فعلا من حد مختص ان هو يخرجها او يفصلها من المود